بسم الله الرحمن الرحيم زيكم الشباب يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض في الشابتر الثالث من الريسرش المفروض احنا خلصنا في الشابتر الثاني كتونا بنتكلم في الشابتر الثاني عن عملية الريسرش بروسيس يعني عملية البحث نفسها واتفقنا ايه الخطوات وبتحصل على كان فيس والكلام ده كله وكان طول الشابتر الثاني قررنا كلمة كده اسمها الستادي ديزاين وما كنش عارفين يعني ايه استادي ديزاين الشابتر الثالث هو ده العنوان بتاعنا بيقول لك ازاي تختار او ازاي تختار الستادي ديزاين بتاع البحث بتاعك طيب برضو احنا نختار الديزاين من غير ما نعرف اصلا يعني ايه استادي ديزاين قالك تمام يا سيد تعال الاول ابدأ لك بالديفنيشن بتاع الستادي ديزاين الستادي ديزاين هي عبارة عن البروغرام البرنامج اللي انت بتبتدي او الخطة اللي انت بتبتدي ان انت تمشي عليها بحيث ان انت تبقى منظف ان انت تجمع البيانات بتاعتك وتحللها وتعمل لها يعني ايه تعمل لها انت ترجم المعلومات دي لحاجات تفيدك وتفيد البحث بتاعك يعني ايه يعني تعمل كده في الاخر يبقى تاني بتاع العبارة عن ايه هي البروجرام يعني دي البرنامج اللي بيمشي عليها الريسيرش او اللي بتقود الباحث ان هو يجمع البيانات بتاعتك ويحللها ويبتد ان هو يحولها ايه او يستفيد منها تمام كده يا شباب يطلع الكونكلوجن في الاخر الحاجة النتيجة النهائية في الاخر بتاعته ايه تمام كده يا شباب جميل اول قالك طيب ماشي انا كده فهمت بصفة عامة كده الاستاذ الديزاين ايه يا شباب حتى من اسمها ديزاين يبقى ده التصميم او الخطة او البرنامج اللي همشي عليه تمام حلو اول طيب هو انا كده بختار اي تصميم بمزاجي قالك لا يا عمد لها قواعد ولها رولز القواعد والرولز بتعتمد عليها بتاعتمد عليها بتاعتمد على تلات حاجات يبقى انت عشان تختار الاختيار بتاعك ده هيعتمد على تلات نقط انه قضي قالك والله اول حاجة الريسيرش طيب بتاعك وهناخد دلوقتي ايه هي الانواع بتاعت الريسيرش يعني ايه الانواع فيه عندنا نوع اسم تمام كده هنعرف الكلام ده دلوقتي تمام يبقى اذا بناء على البحث بتاعك هتحدد التاني حاجة قالك الريسيرش كوستشان احنا اتفقنا في الشابطة اللي فات ان كان لازم ومهم وضروري جدا ان احنا نحط سؤال للبحث بتاعك السؤال ده المفترض ان انا بحط اجابة افتراضية ليه في الاول وبعد كده في نهاية البحث بقول والله انا الافتراضية اللي انا حطتها او السؤال بتاع البحث ده اللي انا جودت عليه صح او غلط بس خلينا متفقين ان احنا اتفقنا في الشابطة التاني ان احنا اتفقنا لازم ان نحط لازم ان نحط سؤال للبحث بتاعنا السؤال ده بسأل نفسي هو انا عايز اوصل للايه السؤال بتاع البحث بتاعه والله انا محتاج اكتشف كذا محتاج اشوف العلاقة اللي بين مثلا التدخين وصرطان الرئة يبقى ده اسمه بتاعك تمام كده قال لك برضو بناء او الريسرش كوستشان ده من احد الحاجات او الفاكتورز اللي بتساهم ان انت تسليكت الستادي ديزاين بتاعتك تمام كده تمام طب ثالث حاجة قال لك يعني ايه يعني اهدافك اللي انت حايز توصل لها تمام كده يا شباب تمام يبقى تاني هما الستادي او اللي انت تختار الستادي ديزاين بتاعتك بتعتمد على تلات موقع الريسرش طيب الريسرش كوستشان والابجيكتفز بتاعك تمام جميل او طيب دلوقتي تعالى نتكلم على ايه نتكلم على الريسرش طيب يعني اقول لي ايه ايه انواع البحث بقى عندنا قال لك والله احنا عندنا نوعين من البحث بريماري ريسرش وسكندري ريسرش تمام كده قال لك والله دلوقتي يا شباب ما حد سأل نفس السؤال كده قال لك دلوقتي وانا لما بروح اجمع معلومات ولازمن دايما انا بروح اجب المعلومات دي من النت صح كده انا بروح اجيبها من النت قالك طيب هو اللي جايبها من النت او اللي حط المعلومات في النت دي مين اللي كان جايبها اكيد هنفضل هلاقي كل واحد عمال يجيب من لقبله يجيب من لقبله لحد ما هنوصل لوحد كده هو الاول واحد حط المعلومة دي يبقى ايضا احنا عندنا الData حكتين الData يا ايمة انا بحطها لاول مرة أنا اللي بكتشف المعلومة دي فإذاً أنا أول واحد يكتشف المعلومة دي أو يقول المعلومة دي تمام؟ أو أنا بروح أجيب الداتة أو المعلومات دي بكتشف أن أنا أجيبها من حد قبله تمام؟ من المدرس بتاعي من منظمة من مجلة من أي حاجة من النت تمام كده شباب؟ تمام؟ فبناءً على نوع الداتة نفسها يبقى عندنا نوعين للريسرش أول واحد اسمه برايمري ريسرش وتاني واحد اسمه ساكاندري ريسرش بمعنى قال لك والله الريسرش ده أنت بتستخدم فيه أو بتقدم فيه داتة بتبقى أوريجنال يعني أوريجنال؟ يعني داتة بتظهر لأول مرة أنت أول واحد يكتشف الحاجة دي أنت أول واحد يقول المعلومة دي في البحث بتاعك عملت بحث فاكتشفت الحاجة الحاجة دي ما حدش قالها قابلك قبل كده تمام كده يا شباب؟ حتى من اسمها اسمها برايمري يعني أولي يعني أنت بتقول أول حاجة أو حاجة لأول مرة تمام كده؟ يعني حصر وفور كده يبقى بريزنط أوريجنال داتة أبيرز فور زفرست تايم يعني يعني ما كانش فيه حد قبلك تماشرها قبل كده يبقى نطب بابلش دي بفور ما تماشرتش قبل كده جميل طيب قال لك طب ما الريسرش ده قال لك العكس بقى السكندري ريسرش السكندري اسمه سكندري يعني سانوي يعني أنا أصلا كنت جاهد من حاجة قبل كده يبقى قال لك والله أنا بستخدم داتة بابلش دي بفور يعني بابلش دي بفور يعني الداتة دي والله كان فيه علم قبلي مسلا في السيكينات ولا في السبعينات كان عمل ريسرش وكان نشر المعلومة دي وحطها في الكتاب بتاعته وأنا استعنت بالمعلومة دي يبقى مش أنا اللا قيل المعلومة يبقى أنا استعنت بيه تمام كده يا شباب كمان طيب جميل طب تعالى بعد كده قال لك والله نرجع للبرايمير ريسرش قال لك والله ده بيضم آآ آآ محتوى علمي باحثي طيب انت عشان تطلع معلومة علمية معلومة ايه بيزيك ساين قال لك انت بتحتاج يعني انت مش تباعد كده مع نفسك زي نيوتين بقى تفاحتها في دماغك وتستنى لحد ما تكتشف حاجة لأ مفيش كلام ده قال لك انت دلوقتي في العصر بتاعنا ده انت محتاج ان انت عشان تكتشف معلومة لازم ان يكون عندك بطبر ولازم يكون عندك معمل وأدوات وحاجات كترة جدا يبقى ازا انت عشان تكتشف معلومة لأول مرة باعتبرها بيزيك ساين قال لك والله انت محتاج الويل ديبيلوب دي لابراتوريز طيب الويل ديبيلوب دي لابراتوريز او الادوات المعملية المطورة والحادثة دي حاجة شمال ايه قال لك حاجات مثلا ميكانيزم يعني ايه يعني انت محتاج حاجات تساعدة ان انت تضص على الجزئ الحاجات اللي هي الدقيقة جدا والاجهزة الحديثة جدا دي تمامك يا شباب وكمان تحتاج دراسات على السلجين طبعا السلجين انت ضد السلجينات دي حاجة مهمة جدا مش التدريسة كده وانت عاد في البيت تمام كده تمام يبقى ازا تاني يا شباب يبقى احنا الجملة دي تاني تاني تحتاج ايه تحتاج منك ان انت يكون عندك ادوات معملية حديثة جدا منها قال لك المولوكيولر ميكانيزميس والسلجين تمام تمام قال لك تمام ده مش بس كده ده انت كمان بتاني موديلز وتشو كالتشر بمعنى قال لك والله انت دلوقتي مسلا عامل برايماري ريسرش لعلاج مثلا لأول مرة هيعالج مثلا الكنصر مثلا يعني تمام العلاج ده ايه طبعا العلاج ده اول مرة انت تكتشف وكده قال لك خلاص ما انت مش هتروح كده يلا جماعنا كتشفت كزا يلا انجربه على الناس بشكلام ده انت لازم الاول تجربه على حيوانات وتشوف النتاج بتاعته وتشوف الادبرس بتاعته وهكزا تمام وكمان طب لو افرض بقى انا اشغال مثلا على درج تمام افرض مثلا انا اشغال مثلا على تمام مضاد ضحية قال لك والله في الحالة دي انت محتاج مسلا انت تعمل تمام كان عارفين طبعا خدناها في السنوية ان احنا في الاسف خدناها في اولى في المايكرو انتفقنا ان احنا بيبقى عندنا اللضاء واللضاء دي بازرع عليها بكتريا كان اسمها تمام كيا يا شباب تمام يبقى ازا تاني احنا بانفول بثلاث حاجات والبيزيك ساينز زي ما انتفقنا طالما معلومة علمية انا محتاج ادوات معملية حديثة تانية حاجة انا لو مسلا بكتشف دوات انا محتاج ان انا اجربها الاول على حيوانات قبل ما اجربها على البشر او البنادمين فانا بحتاج كمان مسلا لو انا شغال على فانا محتاج مسلا انت تمام كده جميل اول قال لك طيب ماشي بعد ما تعمل الكلام ده كله ايه المفروض ايه المحصلة النهائية بتاعتك قال لك والله المحصلة النهائية ان انت هتطلع بمور نوليج يعني ايه جينيريت مور نوليج ان انت هتبتدي ان انت تضيف للعلم او تضيف للمعرفة لان انت بتضيف معلومة او اكتشاف لأول مرة تمام كده يبقى جينيريت مور نوليج بس اخد بالك احنا زي ما اتفقنا احنا مسلا بنشغلين على انتيبيوتك جديد او شغلين على دراك جديد فبالتالي انا ما بتعاملش مع المرضى تماما انا كل يتعامل لي مسلا مع حيوانات مع تيشو تالشورت اه في المعامل انا ما بروحش مسلا للمستشفىات كده واقول للحاج مسلا اخد يا حاج جرب الدواء كده اما شوف او يشتغل عليك ولا لأ ما فيش كلام ده يبقى انه دايري كيلينيكال ريليفانس يعني ايه يعني ما لهش اهمية سريرية بمعنى ان انت مش هتجربه على بيشانت مش هتجربه ومش هتاخد اه اه من نتائج من بيشانت مفيش اي تعامل مع اي مرضى تماما تمامك يا شباب تمام خيب ثانية ثانية ما ده بكم ريليفانس ياğin... trabalharه ان明白 هيا لك لاجي으면 Jurisut يعني praimary research مش clinical research كنا اكتفقنا بقا primary no direct clinical release يعني هو ما يعتبرش ninth clinical research طبعا نفهم يعني succession research clinical research هو البحث اللي انا بابتدي ان انا اتعامل فيه مع المرضى بروحل الله يا جماعة انا بعمل بحثبه بخصوص مثلا مرضى السكر ه lossesقالك كم سؤال تبتدي ان انا امامل كذا وكذا وكذا وأجرب عليكم كذا. يبقى ده اسمه إيه. اسمه كلينيكا الريسرش. ليه بقى اسمه كلينيكا الريسرش؟ قالك عشان انا بجرب وبتعامل مع المرضى. جميل. طيب افرد انا لو بتعامل ده لان. خلاص انا بتعامل مع المرضى دي لوت. طيب افرد مسلا انا عايز اعمل بحث مثلا عن مرض السكر زمان مثلا في التسعينات. قالك خلاص والله. انا روح مثلا للمستشفى اشوف مرضى السكر مثلا للمسجلين في المستشفى في من في التواريخ اللي انا عايز مثلا في التسعينات, وابتدي ان انا مسلا اجيب منهم الاركام التلوثونات والعناوين وكده, وابتدي ان انا اكلمهم والله او ابتدي ان انا اخذ منهم ايه? المعلومات فى ما ده واح ال ما انا عايز. يبقى انا فى ال beyresseadh. بتعامل مع ال patient طيب التعامل ده او المعلومات التي انا بجمعها بتبقى قائمة عليه. ا قالك تبقى قائمة على المعلومات او ال data بتاعت ال patient نفسه. معلومات بجمع عن البيشات السن مش عارف الحالة الاجتماعية ببتدي جمع الاكل مثلا بالنسبة للرياضة شوية حاجات كده بخصوص البحث اللي انا بجمعها تمام تمام يبقى اذا بقول على الكلينيكا الريسرش انه هو عنده دايريكا الريليبانس يعني انا بتعامل مع المرضى بشكل وباشر تمام كده تمام انه طب يبقى اذا نستنتج معلومة كده هل البيرايما عشان مسلا بجتلنا هل البيرايما الريسرش يعتبر والكلينيكا الريسرش غلط لانه والله Do the clinical research ده معناه ان فيه direct clinical relevant انما ال primary research هل ما اتفقنا no direct clinical relevant تمام كده يا شباب جميل طيب تعال لي tatsächlich ال Seccinary research قال لك والله ده زي ما اتفقنا dariセccinary لان انا والله ميش بهتمل على المعلومات انه انا بكتشفة لا ده انا بجيب معلومات من علماء قبل كده طيب انا ايه وظيفتي ان انا هجيب المعلومات دي قال لك والله انت واظيفتك ان ان تت هتعمل ايه انت بتعمل ايه في المعلومات دي؟ قالك والله انت بتعمل ايه؟ قالك انت بتعمل استرجاع للمعلومات فعلا المعلومات دي كانت منشورة مثلا في على النت او في كتاب او من سنة كزا بابتده ان انا استرجع المعلوم اخد المعلوم اخد البحث ده يبقى بعمل ايه الكلمة دي مهمة جدا انا انت بقى ليه رترايفينج؟ رترايفينج الدي تداتا يعني باسترجع الدي تاني اجيبها من العالم اللي قابلي او البحث اللي كان قابل كده واسترجح طيب اما خطأة كده هل اخطأة كده اشتغل عليها تاني ايت فين الاضافة اللي انا هادفها قالك والله انت المفوض ان انت هادف اضافة طيب انا جايب المعلومة دي من البحث ليه قالك والله عشان استفيدت منها بمعلومة يبقى إذاً أنت مش محتاج البحث كله. لا يبقى أنا بأخذ الداتا كلها اللي كانت في العالم اللي قبل كده نشرها أو اللي جايبها من عن نت عمل لها سامارايزنج. يعني إيه؟ أبتمنى أن أنا أخذ المختصر المفيد منها. وعمل بعد ما اختصرتها وخدت الملخص بتاعها أعمل له رياناليسس. أعمل له إعادة تحليل تاني. وحاول أن أنا أكتشف دليل جديد. سواء الدليل بقى بقى يثبت صحة حاجة. يثبت نفي حاجة. أياً كان. تمام كده؟ مهم إن أنا أطلع بحاجة جديدة. يبقى كان يا شباب. إحنا السكندري ريسرش بجيب معلومات سابقة. مشرت قبل كده مثلاً من على النت من أي عالم قبل كده كمشغال في نفس موضوع البحث. أروح أجيبي المعلومات دي. يعني معنا كده إن أنا باسترجع الداتا. بأخذها تاني. يعني أنا بعمل لها استرجاع. اسمها ريترايفينج داتا. بعمل ريترايفينج للداتا. طيب بعد ما عمل لها عمل لها إيه بقى؟ قال لك أنت تلخصها. تأخذ المختصر المفيد. السمارايزينج اللي هي فيدك. تعمل له ريترايفينج داني. وتحاول أن أنت تطلع بينه بنيو إفيدانس. يعني بدليل جديد. تمام كده؟ تمام. طيب إذن السكندري ريسرش استثنجنا كده إنه يتضمن إيه؟ قال لك والله يتضمن سامري. يتضمن ملخص. كوليكشن. تجميع للداتا. وبعمل بحث جديد. طبعا كده زي ما اتفقنا. طيب مدينا عشان لو جات لنا مثلا. آآ بتاعت الريسرش. آآ آآ السكندري ريسرش اتنين. سيستيميك ريفيو وميتا آناليسي. سيستيميك ريفيو وميتا آناليسي. تمام كده يا شباب؟ هل الصفحة دي بتهى أي حاجة؟ زي ما اتفقنا. ممكن مثلا ينجلك في اللي صفحة تضمن صادق تخطيطك. هتقول لي والله رقم 1 ريسرش طيب. رقم 2 ريسرش كوستشن. رقم 3 الابجيكتب. طيب تمام. هيقول لك مثلا. اقول لي والله إنيومريت الريسرش طيب. هتقول لي والله براي ماري ريسرش وسكندري ريسرش. طيب. هيقول لك مثلا. آآ ديفنيشن. اقولي الديفنيشن بتاع البيرايمري ريسرش. هتقول لي والله ده طيب أوف ريسرش. او نوع من أنواع البحث. بريزينت اس يعني بيقدم داتا أصلية بس كده طيب ماسا حيقول لك مثلا مثلا الحاجات اللي بتانبال في هتقول لي والله الانيمال موديل تمام قول لي مثلا الديفنيشان بتاع الكلينيكال ريسرش قول لي والله أول حاجة هو عبارة عن نوع من أنواع الريسرش طيب وان اف الريسرش اللي بتعامل فيه مع البيشانت وبيعتمد على البيشانت داتا تمام كده تمام هيقول لك مثلا صح وغلط الكلينيكال ريسرش عنده دايريكت صح البيريمال ريسرش عنده دايريكت غلط ليه زي ما اتفقنا طيب تعالي اقول لي الديفنيشان بتاع الريسرش والله ده طيب الريسرش بس تاخدم فيه داتا نشرت قبل كده تمام زي ما اتفقنا ايه الاهمية دي ممكن يجي لك بقى يقول لك مثلا والله الاني الريسرش الانبستيجيتور نقاط 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 اول واحدة تمام تمام كده تمام طيب بعد كده يقول لك مثلا النيومريت الاني الاني الريسرش قول لي اكزامبلز اكزامبلز اف السكندري ريسرش قول لي والله تمام كده يا شباب كي صعوبة تمام طيب تعالي الحتة اللي بعد كده احنا خلصنا الجزء الاولان تعالا بقى احنا المفروض خدنا في الفصل اللي فات كنا خدنا حاجة اسمها الكوانتيتيتيتف ريسرش والكواليتيتيتف ريسرش وخدنا مقارنة بينهم تمام جيه النهاردة قال لك الكوانتيتيتيتف ريسرش ده الستادي ديزاين بقى نبتد ان احنا نقسمها يبقى الستادي ديزاين في الكوانتيتيتيتف ريسرش اشباب خلي بالك الـ study design في مين؟ في الـ quantitative research قال لك والله بقسمها على حسب حكتين وحسب حكتين إزاي؟ قال لك أول حاجة على حسب الـ time framework على حسب المدة الزمنية اللي أنا بعمل فيها البحث بالمعنى والله أنا بعمل البحث ده تعالوا نضرب أمثلة أنا بعمل بحث من النهاردة في سنة 2022 تمام؟ تمام أنا بعمل بحث عن مثلا تأثير التدخين أو دور التدخين في حدوث مرسلان سرطان الرئيس في عام 2000-2005 يبقى أنا كده بعمل البحث بتاعي في الماضي في الخمس سنين اللي هم في الأول الألفينيات يبقى ده بقول عليه إيه؟ بقول عليه retro-espective اسمه إيه؟ retro-espective تكلمة retro يعني برجع لورا retro-ارجع لورا retro يبقى خليك فاكر retro يعني برجع لورا يبقى أنا بجيب من وراء يبقى من 2000-2005 تاريخ في الماضي خمس سنين في الماضي وخلصه تمام؟ أو أي رقم يعني بس المهم إنها عدد من السنين في الماضي وخلصه تمام كده؟ تمام قال لك طب إيه عكس بقى؟ قال لك إحنا النهاردة في 2020 أنا هعمل تأثير التدخين على سرطان الرئيس من أول 2022 لحد 2030 يبقى إحنا أصلا إحنا النهاردة في 2020 في 2022 لسه ما وصلناش لـ2030 يبقى معنا كده أن أنا في النوع ده اللي بقول عليه البرو-espective بقول عليه إيه؟ برو-espective قال لك والله في البحث ده أنا هبتد إن أنا أجيب مجموعة من الناس النهاردة في سنة 2022 وابتد إن أنا أتابع معهم لحد 2023 واشوف إيه الحاجات اللي هتحصل معهم تمام؟ يبقى ده بقول عليه إيه؟ بقول عليه برو-espective اللي هو في المستقبل طيب جميل طيب النوع الثالث قال لك بقى دخليت بينين لتنين قال لك والله يتعلم مثلا هبدأ البحث بتاعه من 2015 أو من 2005 مثلا لحد 2035 يبقى أنا بادئ من تاريخ في الماضي لحمر بـ 22 اللي هو الحاضر اللي إحنا فيه وهعد كمان في 2035 معنى كده إن أنا هجيب بيانات من الماضي تمام؟ وهجيب مجموعة من يعني مسلا هجيب مجموعة من الناس كانوا بيدخانوا مثلا من 2005 حلو؟ واجيبوا المعلومات بتاعتهم عن التدخين من أول 2005 لحد 2022 طيب تمام؟ لحد هنا بقول عليه ريتروس بيكتر وكمل معاه في نفس البحث أكمل معاه من 2022 إلى 2035 يبقى أنا كده بكمل معاه يبقى بقول عليه بروس بيكتر كل الكلام ده في نفس البحث يبقى إذن النوع ده بقول عليه ريتروس بيكتر بروس بيكتر يعني البحث اللي بيجمع بين الحاكتين يبقى تاني يا شباب ملخص الموضوع الستادي ديزاين في الكوانتيتين دي بريسرش بقى السمع بنانا على الحاكتين أول حاجة اللي هي طايم فريمورك على حسب المدة الزمنية زي ما اتفقنا لو تاريخ في الماضي وخلص يبقى ده بقول عليه ريتروس بيكتر لو لسه من أول النهاردة ورايح للمستابل بقول عليه بروس بيكتر طيب لو جايب من وراء لحد مرورا بالحاضر ووصولا للمستقبل بقول عليه ريتروس بيكتر بروس بيكتر تمام كده بيجمع بين الاثنين جميل أول طيب ده الحاجة الأولانية أو التأسيمة الأولانية اللي هنخدها إن شاء الله في الفيديو ده أعتقد إحنا شرحناها أصلا فهنا بنقرأها بس مع بعض طيب تعالى ليه التأسيمة التانية بقى قال لك يعني على حسب إيه قال لك على حسب طبيعة البحث اللي أنت بتعملها بمعنى والله هو أنت بتبحث إزاي هل أنت مثلا بتنزل المستشفى تروح لبسلا قسم السمون مثلا أو قسم مثلا الأوراب تمام وتروح هناك تفضل قاعد كده تتفرج على البشن بتتفرج بس يبقى أنت كده بترائب بعينك يبقى النوع ده اسمه اسمه إيه يبقى أنت يعني بتلاحظ بس تمام كده يا شباب تمام أو لأ ده أنا هروح والله قسم الأوراب ده وقال لهم متجربوا التدوى ده مع الدوى ده يعني مثلا بروح للمسلا قسم الأوراب ألقيهم مثلا بياخدوا علاج كماوي بس كماوي بس تمام كده لا أقول لهم إيه رأيكم مثلا ناخدوا كماوي مع إشعاع لاثين مع بعض يبقىdalصمهم لاثين جروب كده تمام والله شوية هديهم كماوي بس وشوية هديهم كيماوي وإشعاع وده لك كده أنا تدخلت صح كده مش أنا بدأت أدي فلان كيماوي واده فلان التاني كيماوي وإشعاع يبقى أنا كده عملت تدخل ادخلت بإيدي تمام كده تمام يبقى ده اسمه تدخل يعني قال لك خلاص والله يبقى ده النوع ده اسمه إنترفينشنال استاضي يعني أنا بتدخل بعمل تدخل تمام كده يا شباب تمام يعني طب معنا كده يبقى أنت صلاة ما بتدخل يبقى انت بتعمل كأنك بتعمل تجربة قالك عشان كده بقول عليه أنا بجرب حاجة بجرب الكماوي الوحده واجرب الكماوي مع الإشعاع لتنين مع بعض يبقى ده اسمه أو تمام كده يا شباب يبقى تاني يبقى احنا على حسب أنا قاعد وبتطرق بس برائب بعيني ما بتدخلش مليش دعوة بأي حاجة فبحطش لبدخل دوا ولا بقول رأيي وأنا باخد نعلومات بس برائب بعيني وخلال ده اسمه ايه اسمه Observation طيب لا افرط بقى أنا هتدخل هديهم دوا مثلا هدي مثلا كماوي الوحده وكماوي شعاله يعني بعمل تدخل وخلاص يبقى ايزا كده أنا اعتبر بجرب حاجة يبقى بعمل تجربة يبقى اسمه Extrapinted طالما تدخلت يبقى برضو اسمه Intervention يبقى لتنين نفس الحاجة تمام كده يا شباب جميل أول قالك رجعنا قسمنا كل واحد برضو الحاجتين قالك والله هو Observation لما انت تجمع المعلومات وخطات هل انت هتبتد ان انت توصفه يعني مثلا هتقول لي والله انا رحت لقسم الأورام او مثلا العنبر بتاع المرضى السكر ودخلت هناك وضلت قاعد كده وبدأت الف على الناس اقول له والله اسمك ايه سنك ايه الحالة الصحية مثلا الحالة الاجتماعية عندك سكر من امتى واس ورح تواخد المعلومات دي ورح تحططها في بحث اي حاجة تاني بوصف بروح اخد معلومات وحطها في الريسرش تمام كده ده اسمه اسمه ديسكريبت قالك لا ده بقى احنا نروح مثلا ناخد المعلومات دي ونبتد ان احنا نحللها ونعملها ترتيب وحاجات كده يبقى ده اسمها اسمها طالما هعمل تحليلي باسمها Analytic يبقى احنا عندنا Observation لما روحها رائب بعيني المعلومات اللي هاجبها بعد ما رائبت معيني كده وجمحت شوية معلومات المعلومات دي هاخدها كده انظمة وعطها في بحث على طول باسمها Descriptive باسمه بحث وصفي بعمل وصف بس ولا ببتد ان انا اعملها احل البعلومات دي واطلع باستنتاجات بقى والكلام ده كل باسمها اسمها Analytic يبقى انا عملت استنتاجات واستنتجت تحاجات وهكذا تمام كده شباب تمام استادي قال لك والله عندك اول حاجة حاجة اسمها كيس ريبورت استادي يعني ايه يعني انت بتعمل تقرير واحد عن حالة قبلك حالة فريدة من نحة اول مرة تشوفها في حياتك يعني مثلا عارفين مثلا اول حالة كورونا ظهرت اول حالة كورونا ظهرت دي اول دكتور يتعامل معها عمل كيس ريبورت استادي ليه لاني بالنسبة له كورونا دي كانت حاجة نادرة وكذا عنده الاعراض الفلانية بيعمل كذا وكذا وكذا وبدأ يوصف الكلام ده في تقرير تمام كذا شباب ده اسمه ايه اسمه كيس ريبورت استادي يبقى انا اتعاملت معها كام حالة اول حالة نادرة اشوفها في حياتك يبقى بتعمل مع حالة واحدة بس يبقى بعمل تقرير عن حالة واحدة نادرة اول مرة شوفها طيب قال لك طب مثلا في نفس المستشفى قال لك لا ده بعد احنا بعد اسبوع جالنا حالة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة لحد ما وصلنا عشر حالات لكورونا قال لك والله برضو ده اول عشر حالات نتعامل معهم فبنعمل حاجة اسمها كيس سيريس استادي يعني ببتدي ان انا اتعامل مع مجموعة صغيرة المجموعة دول ليهم نفس الاراض ليهم نفس الحاجة ببتدي ان انا اعمل عليهم حاجة اسمها كيس سيريس استادي تمام كده يا شباب تمام ضيب التالتة بقى اسمها يعني ايه والله انا في جامعة طنطة عندنا خمس فرق الفرق الاولى والتانية والتالتة والربعة والخمسة انا عايز مسلا ادرس تأثير التدخين او الناس المدخنة زي الحاجة اللي احنا عملناها في الاسبوع اللي فاته يا شباب نفس الحاجة كده اللي احنا عملناها اسمها الخكشن 저까지 دا تمام الجفن زي ما تفقدم بعد بالعرض افء بروح على اولى اخذ مصلا لحالتين ثلاثة اروح على تانية اخذ حالتين ثلاثة اروح على تالتة اخذ حالتين ثلاثة رابعة حالتين ثلاثة خمسة حالتين ثلاثة يبقى انا ماشي كده بشكل ايه افقي بقول عليك الفكر التالي تمام كده يعني لو انك بص نفس الحاجة اللي احنا عملناها كده. تمام كده? تمام. طيب تعالى. طيب النوع التاني بقى من النوع التاني من اللي هو الاناليتك. الاناليتك زي ما تفعلنا احنا هناخد المعلومات ونحللها. تمام? طيب عندنا مثالين. هناخد حاجة اسمها الكوهارت استادي. هناخد حاجة اسمها الكيس كنترول. كوهارت استادي وكيس كنترول. narrow style. كلهم محرف سي حاول انت اطلعه بقى. يبقى احنا قولنا نفسك ليبورد استادي كيس سيرس استادي وكروس سيكشن الستفي. الاناليتك كوهارت استادي وكيس كنترول. الممكن انهم معلومين كده عن الكوهارت استادي والكيس كنترول. ان الكوهارت استادي بت Ditinim framework. بتكون Brews bec Tive يعني الكوهارت دي بيعمله لمدة זمانية في المستقبل. بتابع مع مجموعة من الناس لفترة في المستبلة مثلا من 22 إلى 25 مثلا دي كوهر تستظيف يبقى كوهر تستظيف من حيث النتشر بتاعت فهي analytic observation طيب من حيث فهي retrospective طيب بالنسبة لل case control من حيث النتشر بتاعت فهي analytic observation وبرضه من ناحية فهي retrospective يبقى الكوهر تستظيف بادرس لقدام في المستقبل انما الكيس كنترول بادرس فترة زمنية في الماضي تمام كيه يا شباب يعني دي معلومة كده ايه نبقى ناخدها يعني اعرفوها دي معلومة اساسية عن الليتين دول حد ما نختم ان شاء الله طيب بعد كده نقعد زي ما اتفقنا ده ده كمام طيب النوع بالنسبة بقى للنوع اللي هو الاكسبرمنتل او الانترفينشنال اللي احنا اتفقى ان احنا هنبتدي ان احنا نتدخل نعمل تغير في الموضوع نحط ايدينا في الموضوع نحطوا دراج بقى ان نخليهم ياخدوا دراج نخليهم ياخدوا مسلا كماوي اللي واحده وكماوي شاء الله مع بعض يعني كده حصل تداخله فقسم هنه كده مبدعيا لحد وانا اخدها ان شاء الله في اخر فيديو الكنترولد وانكنترولد تمام كده يا شباب تمام ما نعرف بقى اللي هو بيقسم اللي هيعمل عليهم التجارب دي هيقسمهم بمجموعتين من الناس مجموعة هيقسمهم طبعا بشكل عشوائي مجموعة يدوم الدواء ومجموعة يدوم حاجة كده شابه الدواء بس لا مش هي الدواء نفسه حاجة اسمها البلاسيبو كنا خروناها في الفرما يعني حاجة كده احنا بناخده ان شاء الله تمام لديها يا شباب يبقى ازا دي تأسيمة اهما بالشابطة الالتالب طبعا التأسيمة دي احنا ناخد البرو اه البرو اه البرو عن البرو اه البرو وانترسبيتف وонеاخد البرو وهنااخده الكيمترول و Christians with Ceravirus وهنااخده الكوها الارتصادي و walking control وهناخده سبريمينتل. هناخدو ده كله. فده اللي نخلي الشابتر طويل. بس المهم ان احنا عملنا التأسيمة دي. التأسيمة دي عرفتنا اولنا فين واخرناك. احنا في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم على والبروز بيكتب والريتروز بيكتب بروز بيكتب. اللي هي تابعة ايه? اللي هي اللي تابعة ايه? اللي هي في الكوانتيتيتي دي بريسيرش اكوردن اللي تايم فريمور. تمام كياه شباب? جميل. طيب تعالى ادي التأسيمة طيعتنا كلام سهل وبسيط و احنا قلناها قبل كده. في الشرح يعني في الصفحة اللي فات. تعالى الرجوع مع بعض. عندنا النوع الاول ان اسمه ريتروز بيكتب استادي. اذا ما تفعنا كلمة ريترو يعني الورا. الورا. انا كده برجع في الماضي. يبقى لك والله الاستادي دي. انا بدرس حاجة المفروض انها هابند انزا باس. يعني الدات اللي انا بجمحها دي. الداتة دي المفروض انها حصلت فين? حصلت في الماضي. طيب انت بتجيب الداتة ازاي? قالك والله الداتة دي اصلا بتكون افيلابل. افيلابل يعني متاحة. اصرت اصلا. وبالتالي انت بتجيبها ازاي? والله مثلا انا بدرس من الفين وخمسة الالفين وعشر. فبروح مثلا للمستشفى. جب السجلات من الفين وخمسة الالفين وعشر. واجب اسماء المرضى. واروح لهم مثلا البيت. او اتصل عليهم بالتليفون. وابتدى ان انا اسألهم معلومات. والله انت يا حجي مثلا في الفين وخمسة حاجة لك ورم سرطان رئة مثلا. انت ما تقول لي الاسم والسن ومش هلقو اخل دينه شوية مقلوبات. يبقى دي قائمة او الدات اللي انا بجمعها. زي ما اتفاقنا هي افيلابل لانها حاجة حصلت في الماضي اصلا. تاني حاجة ان انا بجيبها ازاي? قالك انت بتعمل لها من خلال ان انت معتمد على الريميمبرين. ان انت تتذكر. تذكر الموقف نفسه اللي بيعتمد على المدى تذكر المريض. ممكن المريض ده تروح لقوله يا ابنه انا فاكر ايه برح? انا مش هطيكر لك من الفين وخمسة ال الفين وعشر. انا مش فاكر حاجة. مايقولكش حاجة. انما مسلا في مرضى لا. هيقولك حيفيدك. لا انا والله احصل معي كزا وكزا وكزا. ده انا فاكر بالضبط ايه اللي حصل. ويبتدي يديك معلومات دقيقة. يبقى ده بيعتمد على ايه? بيعتمد على المعلومات اللي بتاخدها من البيشنط نفسه. تمامك يا شباب? جميل اول. حلو. طيب النوع التاني اللي هو البروز بكتف استاضي. البروز بكتف زي ما اتفان ايه? ده حاجة في المستقبل. يبقى انا بقى عامل حاجة والحاجة دي بتابع مع المرضى مثلا لحد ما نوصل مثلا للفترة الزمنية اللي انا محددها. مثلا من الفين واتنين وعشرين لالفين خمسة وثلاثين. اروح عند الفين خمسة وثلاثين. اشوفي الاوتكم. ايه الاوتكم ده? what is likely to happen? يعني ايه الحاجة المفروض انها المفترض انها هتحصل? انا متوقع انه والله الاوتكم او الحاجة النهائية اللي هتحصل هي كزا. يبقى ايزا البروز بكتف استاضي انا بريفير to outcome in the future. والله يا جماعة انا بدرس حاجة عشان ابتد ان انا اشوف تأسير بداحة على الفين وثلاثين مسلا. تمام كده في سنة الفين وثلاثين. يبقى انا بدرس حاجة في المستقبل. يبقى انا استابلش لحاجتين للاوتكم. وبعمل استابلش what is likely to happen? تقريبا اصلا what is likely to happen? دي تعتبر definition للاوتكم. يعني ايه اوتكم? what is likely to happen? الحاجة المفروض انها تحصل. تمام كده يا شماعة? تمام. قال لك طب دلوقتي اخد لك ان احنا بنتكلم في اكوردنج للفريمورد. طيب فكر انت كنا بتقول لك عندنا في حاجة اسمها الاسبرمينتل. اللي هي التجارب. تمام? قالك دلوقتي الاكسبرمينتلس او التجارب دي. هل تتوقع تجارب دي? اكيد طبعا بروس بيكتب لان انا مكتوبة قدامك. تمام? بس تعالى اتفسر مع بعض. ليه الاكسبرمينتلس دي? بالنوع اللي هو البروس بيكتب. قالك دلوقتي تعالى مسلا احنا معنا دواء. والدواء دي عايزين نعمل به تجربة. تجربة دي مسلا دواء مسلا للكبد مسلا او لاي حاجة. المهم الدواء ده عايزين نجربوه. يعني تجربة. جميل. هل انا اعرف نتاج التجربة? هل انا اعرف مسلا الادفيرس افكت بتاعت الدرجة ده? ما اعرفش لسه. انا مستنى المفروض حد هيغضو. ولما يغضو مسلا انا مسلا اجربوه على حيوانات او حاجة. اشوف انه تاج بتاعه. صح كده? تمام. يبقى انا فعلا انا هدي حاجة واستنى استنى النواتج بتاعتها في المستقبل. يبقى اذا بعتبر الاكسبرمينتلس او التجارب بتعتبر يبقى اذا اي تجربة هجب لك مسلا اي اسم ويجب لك جنبها كلمة اكسبرمينتلس اي اسم تجربة يعني. ويقول لك والله هي من النوع ايه? هتقول لي من النوع اللي هو البروز بيكتب استادي. طيب ليه بقى قول لي الكوز او منشن كده واي ليه البروز بيكتب استادي? قالك والله عشان المفروض الشخص اللي بيعمل الاكسبرمينتلس او بيعمل التجارب دي. المفروض ان هو بيستنى بيستنى فترة من الزمن في المستقبل كده لحد ما الانترفينشن بتاعه او التدخل بتاعه. التدخل بتاعه ده بيكون في صورة مثلا اه الدراج مثلا بيجرب دراج بيجرب طريقة علاج معينة بيجرب اي حاج اي تدخل يعمله. تمام? لحد ما التدخل دي يوريلي النتاج بتاعته او التأثيرات بتاعته في المستقبل. يعني مثلا انا والله اكتشفت يا جماعة انا فيه دواء معين اكتشفته. الدواء ده كويس جدا مثلا لمرضى القلب. تمام? طب تعالى نجربو ما استنى الاول طنم كام? هنفضرهم تابعين الحيوانات دي لحد مسلا عشر شهور. يبقى فعلا انا اهو من شهر احنا في شهر عشرة لحد عشر شهور قدام لحد شهري تمانية مسلا. تمام? يبقى ازا انا في شهري تمانية ده حاجة في المستقبل يبقى اسمها بروز بيكت بستادي. يبقى فعلا التجارب تعتبر بروز بيكت بستادي لان انا كشخص باحث بعمل تجربة بستنى الاول تم بتاعي بتاع الانترفينشن او التدخل اللي انا عملته او الدول اللي انا عملته ده لحد ما يوريلي النتائج بتاعته على الاستادي بيوليشن مثلا او على الاستادي انامز او على ايا كان الحاجة اللي انا بجرب عليه. تمام كده يا شباب? جميل. طيب النوع التالي اسمه ريتروز بيكتب بروز بيكتب استادي. يعني جايب من ورط وطالع لقدام مرورا بالحاضر. يعني جايب كده من الماضي مرورا بالحاضر وصولا الى المستقبل. تمام كده؟ نوعي انا بجيب داتي. جاعة اللي انا بجمحها ريتروز بيكتب لي يعني ايه? يعني جايبها من زمان مثلا من الفين وعشرة. تمام? وفضلت اعمل اجمع معلومات اجمع معلومات من الفين وعشرة مثلا او الفين وخمست Thankfully. زي المزال اللي احنا كانت بيانه كده. كل المعلومات اللي انا جمعتها في الفلط ده اسمها ريتروز بيكتب. ده انا كمان بس مش بس كده. ده انا جيبت مجموعة من الناس وبدأت أكمل عليهم من 2022 لحد 2035 يبقى أنا بجمع معلومات في نفس الريسيرش يبقى أنا بجمع معلومات من الماضي وبجمع معلومات من الحاجة من المستقبل أو بمرراً بالمستقبل يعني يبقى أنا الـ data بجمعها retrospectively من وراء من الماضي وكـ result of the intervention كنتيجة أو outcome من الـ intervention اللي أنا عملته التدخل أو الدرج اللي أنا اديته الـ intervention في المستقبل تمام يا شباب؟ تمام يبقى دول الثلاث أنواع بتوع الـ study according to a according to a time framework retrospective study retrospective study retrospective retrospective وضربتلك حتى أمثلة بالعربية retrospective مثلا علاقه في تدخين بثلاثان الرئة في عام 2000-2005 فده كاريخ في الماضي أصلا وخلص retrospective حاكتين أن أنا أتكلم مثلا الـ patient هنا اللي هم كانوا مرضى مثلا في المستشفى واجيب أرقام تلفوناتهم أو عنوانهم أكلمهم وجمع منهم بيانات وعلى حسب بقى هم متسكرين ولا لا طيب البروز بكتب الثلاثي قالت والله علاقة في تدخين بسلاثان الرئة في عام من 2022-2030 أنا من النهاردة لحد 2030 أنا كده ماشي في المستمع هجيب مجموعة شباب ومجموعة بنات مثلا وأخلطهم مع بعض وبتلين أن أنا أسمهم بعدما أسمهم أبتلين أن أنا أعمل والله مجموعة أشوف مثلا اللي بيدخنهم أخلهم في مجموعة واحدهم اللي ما بيدخنوش في مجموعة واحدهم وأبتلين أن أنا أرقبهم لحد 2030 وأشوف مين اللي جاله سرطان الرئة ومين اللي مجاله وأشوف العلاقة بقى تمام كي يا شباب يبقى أنا بيدرس أو بتابع مجموعة من الناس يعني إيه لفترة زمنية لقدام في المستقبل زي من 2022-2030 طيب ريت روز بكتب بروز بكتب الثلاثي هي علاقة تدخين بسرطان الرئة في عام 2015-2035 أنا جايب من الماضي مرورا بالحاضر اللي هو 2022 وصولا للمستقبل اللي هو 2035 يبقى من 2015-2022 أنا بجمع معلومات يعني إيه يعني من الماضي ومن 2022-2035 فأنا متابع مجموعة من البيشنز يبقى أنا كده بجيب أو بشوف الأول بتاعي بتاع الانترفينشن اللي أنا عمل طبعا يا شباب تمام ده بالنسبة لإيه طبعا ممكن يسألنا هنا يمكن يسألك في الديفينيشن بتاع أي واحدة منهم ممكن يسألك مثلا في دي ممكن تيجي مثلا كومبيليت مثلا أو يجيلك طبعا غلط يمكن يجيلك مثلا وتقول الإجابة دي تمام مثلا تقول مثلا هي طايف مثلا وذات كلك مثلا وتقول مثلا أنا بجمع الداتا من البص ولا مستني مجمعها من وراء وكمان من بتاع الانترفينشن وهكذا تمام ك��요 شباب جميل ده بالنسبة لإيه بالنسبة لجزء الأولانة كده من الشطر الشطر الثاني الكبير أنا قسمته على ثلاث أجزاء ده جزء وان شاء الله نأجد الانترفينشنال في جزء. وناخده في جزء. كمام كده? هي اللي هي التأسيمة اللي هي فاتل دي. تمام? التأسيمة دي بقى احنا اخدنا كده اخدنا التيل كده. ان شاء الله في الفيديو جاي ناخده الخمس الخمس انواع دول. والكيس 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 ناخدهم في فيديو الجاي. وبعد كده ناخد بقى ونعيش معه في شوية كده لحد نهاية الشابطة ان شاء الله ونحلي شوية التدريب. تمام كده يا شباب? تمام. بالتوفيق ان شاء الله أتمنى القرار بالتعفيه ربنا أفقاكم كميع من أوروبا